خلونا نشوف كده قبل ما نروح فاصل بعض الصور من المناطق الأسرية اللي بيزوروها زوار مصر وضيوف مصر مبارح كان رئيس وزراء تنزانيا كان موجود في بعض المزارات السياحية في القاهرة النهاردة كان رئيس مدغشقر كان عند الأهرامات دلوقتي صورة رئيس مدغشقر كان هو وأسرته بيزوروا الأهرامات وكانوا سعداء جدا بهذه الزيارة وبيلتقطوا الصور التسكرية أمام أبو الهول وأمام الهرام وشكلهم كان سعيد جدا أنهم بيزوروا هذه المزارات وهذه الأسار وطبعا زي ما قلت لحضراتكم أيضا رئيس وزراء تنزانيا كان مبارح في المنطقة اهو زي ما حضراتكم شايفين الزار المنطقة وطبعا هذه الصور بتقول كتير لها أكتر من مغزى الأمن والأمان والحرية الكاملة في التجوال من قبل هؤلاء المسؤولين الكبار رئيس وزراء رئيس جمهورية يعني بسم الله ما شاء الله هذه الصور بتتكرر كل فترة والتانية يمكن احنا عملنا إحصائية عن الفترة الماضية مثلا ميلانا ترامب كانت آخر حد زار الهرم زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2018 قبلها كان الممثل العالمي ويل سميث في مارس 2017 ومورغان فريدمان في 2015 يعني بسم الله ما شاء الله شخصيات عديدة جدا ومشاهير بيزوروا مصر في السنوات الأخيرة وهو ما يعكس مش بس حبهم للحضارة والأثار المصرية ولكن إيمانهم بأنه هنا في أمن وأمان وما فيش ما يعكر صفه هذه الزيارات نسي طبعا أمام الهرم هنروح لفاصل